سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة بصلي انه النهاردة الرب يحرر قلوبكم بمعرفة شخصه ويحرركم الرب الذي هو الطريق والحق والحياة وتختبر حرية تفجر كده يا نبيع ماء حي في داخلكم وتشفي وتبني وتعدد قلوبكم وتديكم حياة جديدة كما وعد الرب يسوع الرب يسوع الذي ليس بغيره خلاص خليني أقول لكم حلقة النهاردة بعنوان الحرام في شعبان والحلال في رمضان الحلقة النهاردة مقدمة كده لرمضان رمضان قربه فضل ممكن عشر تيام أو حاجة زي كده يعني والناس بقى دلوقتي كلها بتعمل المقدمات بقى لشهر رمضان الأول كان بيبقى اليميش والحاجات بتاعت رمضان والكلام ده لكن دلوقتي بقى عندنا شيوخ من كل طراز يطلعوا علينا يقولك تتحضر ازاي وتصوم ازاي وتتكلم ازاي وتعمل ايه في رمضان أنا النهاردة مش هركز على رمضان هو رمضان جزء من الحكاية بس هنتكلم فيه كتير بعدين النهاردة بقى هركز على الشيوخ اللي بيقولولنا ركز على شعبان ونقدر نشوف من خلال كلامهم ومن خلال الحديث اللي بيستخدموها ايه المعضلات اللي بتحط المسلمين دايما في دائرة ده حلال ده حرام ده ينفع ده ما ينفعش اعمل ايه عشان اخد حسنات اكتر والكلام ده كله ونشوف بقى التناقض في الوصاية او التوجيهات ما بين الشيوخ وبتأثر على حياتك ازاي في الاخر المسلم والمسلمة الناس عايزين يعبدوا ربنا عايزين يعملوا حاجة صالحة عايزين يخلصوا نفسهم بالنار لكن هل داي نجيك ولا لأ وانت ماشي على الطريق الصحيح ولا لأ قبل ما ندخل في موضوع الحلقة خلينا نتكلم عن خبر الأسبوع احنا الأسبوع ده هو احتفال اليوم العالمي للمرأة ومارس كله عموما بيبقى الاحتفال بالمرأة فيه من نواحي كتيرة جدا يوم تمانية مارس هو اليوم العالمي للمرأة رسميا لكن احنا بنتكلم عنه تقريبا طول شهر مارس عادة في العالم كله الناس ما بتتكلم عن اليوم ده او بيحضروا اليوم ده بيبقى عندهم مشاريع تحسن حياة المرأة نوعية حياتها في او مثلا يكونوا بيفكروا في قوانين تغير حياة المرأة في اماكن معينة او بيفكروا في ازاي يقدروا يساعدوا المرأة انها مثلا تزيد نسبة تعليم المرأة في اماكن معينة يعني دائما كل واحد عنده مشروع كل بلد عندها مشروع بتميز بيه الوقت ده والاحتفال ده عموما لكن احنا كمان لازم ننظر للأمر بصورة شخصية ليه بيحصل اليوم العالمي للمرأة وليه الاحتفال بيكي النهار ده لانه النساء عموما حياتهم في العالم ما هيش حاجة يعني مش حياة سهلة في اضطهادات كثيرة في اجحاف المرأة بأمور كثيرة نهيكي بقى عن الاسلام ونظرة العالم الاسلامي للمرأة الى اليوم انا النهار ده عايزة اركز شوية على النظرة الشخصية اللي بينك وبين ربنا ينو انا نشأت كمسلمة شايفة نفسي اقل طبعا من الراجل زي ما القرآن بيقول وشايفة نفسي لا اصلح لقيادة مثلا زي ما القرآن بيقول برضو التربية في الاسلام انه يعني صوتي ما اطلعش ما بقاش ظهر قوي في المكان اللي انا فيه شاي اللي هم العيلة كلها شرف العيلة كله على دماغي وهكذا يعني كل الحاجات اللي المرأة المسلمة بتعانيها الى اليوم فبالنسبة لي كان عندي مشكلة في نظرة الله لي الى ان قبلت المسيح ما عنديش ابدا مشكلة في حد يبصي لي اني اقلل اني عارفة ان انا عفعين ربنا اللي خلقني مساوية لاخوية مش الراجل اللي انا بتخنق معاه لاخوية الانسان انا مساوية ليه بس حقي ربنا اللي بيديهولي وقدراته هي اللي بتشفيني وبتديني وبتطعمني واللي بتخليني اشوف نفسي انسانة كاملة فانا عايز اقول لك النهاردة ان الله لا يراكي بالصورة الاسلام بيشوفك فيها عايزين ناخد مثل كده من قبل ما يعني اتكلم على فكرة الكتاب عن المرأة الاسبوع ده في يوم المرأة العالمي يعني الواحد ما الحقش يتصبح عبدالله رشدي يطلع علينا بالتويتات المعهودة بتاعته ففي يوم المرأة العالمي وحضطها كده في الاول يعني يقولك ايه تحية لكل امرأة اطعمت زوجها صباحا ولم تتركه لزميلته في العمل كيتمنحه افطارا فانتبهنا مع عشر الزوجات فانها تبدأ بافطار جماعي ثم تنتهي بعشاء انفرادي الشتيمة هنا عبدالله رشدي يعني بيقول انه الست اللي ما تأكلش جوزها هي اللي بتسبب انه الست اللي في الشغل ما برضه ست في البيت وست في الشغل الست اللي في الشغل هي اللي هتضحك عليه فهتاخده منها او هتتوجهه للغلط فهنا ست ما عملتش الصح واحدة هتوجهه للغلط لكن اللي ما هواش فهمه عبدالله رشدي وامثاله لما بيتكلمه كده على النساء هي شتيمة مباشرة في حق الراجل حضرتك بتقول ان الراجل لا يستطيع انه يكون امين وان الراجل ما عندوش امانة في بيته وانه الراجل عايش على شهواته وانه لا يستطيع ان يقمع شهواته وانه مش امين راجل مش امين فالشتيمة تعود على الرجالة هنا مش على السفتات يعني وعصر السيد اللي حضرتك عايش فيه وشيوخ المسلمين وكتير من المسلمين النهاردة ده انتهى من زمان الست بتشتغل زيها زي الراجل الاتنين بياخدوا بسكوتة ويجروا على كوبايت شاي ويجروا لان الاتنين المفروض يكون عندهم امانة امام الله اولا فحضرتك بتقول ان دينك ما خلاكش يبقى عندك امانة مع مراتك وتحمي مراتك وتحمي بيتك وانه دينك بيقولك ان الست اللي تعرض عليك حاجة يعني غلط دي عادي ده خودها يعني مفيش مشكلة فانت كده محترمتش الست اللي بتشتغل معاك واحدة عايزة مثلا بتشتغل معاك وعملت فطار للككل لا اللي بتعمل فطار للككل دي يعني عندها اهداف تانية الفكر المليء بالشزوز ده يعود عليكم انتم بالاتهام الراجل بانه ضعيف وماقدرش ومايحتملش وغير امين وكل ده لازم نفكر والعقلية دي لازم تتغير تاني يوم بقى الاستاذ طالع لنا بالتويتر اللي بعد كده يقولك ايه المرأة المحترمة لا تتعدى علاقتها بزميل عملها متطلبات العمل وما زاد عن ذلك يكون في اطار الاسرة باذن زوجها وحضوره وبعدين ايه بذا يعلم ان المصاحبة والخروج بدعوة الزمالة للجلوس على المقاهي والسفر ونحو ذلك مما لا يتطلبوا العمل هي امور غير جائزة ومن حق الزوجة رفض ذلك الفعل من زوجها طبعا يعني الامر كان ممكن يبقى غير كده خالص يعني هو ممكن يقول للراجل المفروض ان انت كراجل يكون شغلك مع الرجالة يعني تكون بتوجههم للطريق الصح فتقوله انه انت مش مفروض ان انت تخرج من غير مراتك او انك مش مفروض انت تخرج مع سيدات من غير مراتك وانه مثلا كزميل للعمل لما تكون مع زميلاتك في مكان لازم تكون حامي ليهم لازم تكون تحترمهم لازم لا تنظر ليهم نظرة سوق كل دا كان ممكن تقوله لكن انت اتكلمت على الست اللي في رأيك لازم تكون محترمة وما تتعداش علاقتها بزميل عمالها غير متطلباتك لانه افتراضك انه الست على طول عندها افتراضات اخرى في علاقاتها مدام هتخرج بره والناس بابتدت ترد عليه ففيه ناس قالوله طب ليه ما تقولش ان الراجل المحترم لازم لا تتعدى علاقته بزميلاته وكذا وليه ما يخرجش الا مع امراته يعني الناس ذهقت من التفكير اللي يرى المرأة في اطار العلاقات الجنسية وانها اسيرة هذا الرجل والزواج والبيت والكلام ده يعني الحقيقة كلام مجحب جدا وانت بتختار انك دائما في يوم الاحتفال بالمرأة انك تديها حاجة لازم تسم بدنهم على الصبح يعني عشان تقول لها خلي بالك انتي نقصة انتي بتقدريش انتي بتعرفيش الكلام ده كله يعني انا رديت على تويت وقلت له لسانك حصانك لانه انصنت صانك وانهنت هانك والحقيقة انه التويتات اللي بعد كده الناس كلها بتشتموا الناس ذهقت من الكلام ده بس فكر في منبع هذا الفكر ربنا يرحم ويغير افكار الناس احنا محتاجين افكار تغير المجتمع انتي كامرأة اليوم انا رسالة مني ومن كتاب الكتاب المقدس وكلمات الرب يسوع الرب بيقول ان انتي ابنة مختارة محبوبة مفتيق مفدية معطاة كل معونة من الله لا دينون عليك في المسيح انتي مقبولة من الله انتي حرة الفكر في المسيح وانتي لست عبدة للعالم ولا للناس ولا الخطيئة وانتي ايضا مخلوقة في محبة ورعاية الله بعناية المزمور 139 حقراركم منه جزء كده بسيط بيقول كده لانك اقتنايتني اقتنايت كليتي نسكتني في بطن امي احمدك من اجل اني قد امتست عجبا عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في اعماق ورقمت في اعماق الارض رأت عيناك اعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت بيقول كده في الاية 17 ما اكرم افكارك يا الله عندي وما اكثر جملتها الرب لما بينظر ليك وليكي الكلام ده كله داود كان بيتكلم عن نفسه وعن صنعة الله ليه انا عايز اقولك انه داود كان بيتكلم عن صنعة الله للانسان ليه والامراته والبنته ولمعرفته ان الله صنع الانسان بهذا التميز لم تختفي عنه عظمنا ولا افكارنا ولا خلاجاتنا ولا مشاعرنا احنا مخلوقين رجل وامرأة واحد امام الله خلقوا بنفس الطريقة لم ينتبه لخلقة ادم بشكل وانتبه لخلقة حوى بشكل اخر ابدا ايه واي تصدقي حد يقولك الكلام ده الاية اللي في غلاطية اللي بتقول مع المسيح صلبت فاحيا لانا بل المسيح يحيا فيا فما احياه الان في الجسد فانما احياه في الايمان ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه من اجلي رب يقولك انت كده هو احبك واسلم نفسه من اجلك وانت لم تعودي عبدة بل ابنة لما اختلفت نظرتي عن نظرة الله لي ابتديت اشوف محبة الله اللي بتشفيني من الداخل بصلي النهار ده ان الله يشفي كل امرأة تسمعني اليوم من الداخل لتعلم انها محبوبة ولانها مكرمة في عين الله ولانها بشخصها جميلة في عينه فيه اية بتقول you are fearfully and wonderfully made يعني ان الله خلقنا متميزين فيك تميز للراجل وللست انت متميزة الله خلقنا بتأني وتميز كل واحد فينا متميز اعرافي انك مخلوقة بمحبة الله بصلي انه النهار ده يكون بركة ويكون شفاء ويكون قوة ليكي عشان تعرفي انك محبوبة وغير مطروكة ودايما في عينين الرب خليني اروح لموضوع اخر وهو موضوع الطفل شنودة فموضوع شنودة النهار ده حبيت بس اعلق عليه انه بتجيلي كتير قوي رسائل بتطلب ان احنا نصلي من اجل شنودة وانه يعني اذا نقدر حاجة نعمل حاجة نعملها كل نقدر نعمله ان احنا نحط الرسالة امام الناس ونطلب الصلاة الشهر ده هيكون فيه محكمة او القضية حتنظر امام المحكمة يوم 18 مارس بشجعكم انكم تصلوا من اجل عودة الولد ده لأهله كان فيه اشعات الاسبوع الماضي انه المفتي شوق علام طلع فتوى يقول فيها انه شنودة مسيحي وانه يرجع لأهله وكلام ده كله بيقولوا انه الفتوى مزورة فمفيش دليل يعني حتى محامي الولد قال انه مفيش دليل انه المفتي قال الكلام ده وانه ده لم يصدر عنه فيه اختلاف القراء لكن يعني الحقيقة لو كان حتى المفتي عمل كده العمل الفتوى لو كانت الفتوى مزورة انا يعني شايفة انه اللي عملها عملها بترتيب وبيقول انه يعني الرجل الولد تلاقى في الكنيسة في مكان مسيحي اذا هو مسيحي وانه تعمت خلاص وهكذا يعني فيه لغات كتير حول الامر ده لكن بصلي انه المسؤولين في الدولة يبتدوا ينظروا للامر بصورة متحضرة وانه قيود الاسلام اللي مسلسلة افكار الناس وحريات الناس كل واحد خايف ان يقول رأيه لكن تلاقي معظم الناس القائمين على القضية ممكن يكونوا شايفين انه من حق الناس دي تاخد الولد ويعيش معهم بطريقة افضل لكن خايفين لانه فيه الازهر الواقف واخد موقف يعني متشدد في الامر اللي في قدينا ان احنا نصلي من اجل الولد ونصلي من اجل التغيير اللي لازم يحصل على الارض لانه اللي في الميزان هنا مش انتصار على شريعة الاسلام لا اللي في الميزان هنا حياة الطفل اللي عنده 4-5 سنين ده اللي عايش في مأساة اللي نفسيته already اتأثرت والاب والام اللي هيفضل قلبهم مفتور على الولد خلينا نصلي يا رب احنا بنرفع الولد ده امامك ونسألك رب انه انت اللي تمهد الطريق امامه وانه انت تتعامل مع القضاء والمحامين والمسئولين وتظهر حقك وتتدخل لانه الولد ده يعود لأهله في اسم يسوع انت وحدك بس رب اللي تقدر تحققته احنا عارفين صعوبة الامر لكن انت اللي تستطيع كل شيء ونحن نستطيع كل شيء فيك انت يا رب في اسم يسوع المسيح بالايمان امين امين طيب خليني اروح بقى لموضوع الحلقة النهار ده وهو الحرام في شعبان والحلال في رمضان اقتراب رمضان دايما بيحفز الشيوخ والدعاء لانهم يعني يطلعوا بقى اكتر ويتكلموا زي ما قلت في الاول ويحطوا قواعد للناس قال ايه بقى انها تساعدهم يعني علشان ياخدوا حسنات اكتر ويبقوا ملتزمين ويعودوا بقى يحذروهم ما تتفرجوش على التليفزيونات وبلاش تعودوا قدام المسلسلات واعملوا التراويح والكلام ده كله لكن في وسط كل هذا اللغة ووسط الاستعداد لهذا الشهر بنشوف انه بعض هؤلاء الشيوخ بقى بيستخدموا طرق مختلفة بعضهم بيستخدم التخويف والبعض الاغراء بالحسنات واللي بتضع ضاعف والسيقات اللي بتمحى والاكتر بقى من الاحاديث الكل واحد يطلع يقول له شوية احاديث كده يقولك عن الرسول كذا وعن فلان كذا والصحابة وعيشة وكلام ده كله ومع كثرة الكلام وكثرة الاحاديث يكسر التضارب والاختلاف بين الشيوخ ايضا كالعادة وانتم بقى كمشاهدين يعني المسلمين اللي بيشاهدوا او زي ما بيقولوا عليكم العامة محبوسين في النص انتم مزنوقين في النص بين خناقات الشيوخ واللي تعلمتوا في بيوتكم واللي انتم مش عارفين اذا كان صح ولا غلط ففي ناس بتبقى عايزة تقدي الفرد وخلاص هصلي وصوم في رمضان وخلاص عشان اخذ الحسنات بتاعته ويبقى يعني معلياش دمب وخلاص يعني عدة السنة وفي ناس حقيقة بتبقى عايزة تجد الطريق لعبادة الله بصورة تردي الله لكن الشيوخ دائما ما يقودونا في حالة التوهان السنة دي بقى حبيت ان انا اتكلم على اللغة اللي ماشي حول شهر شعبان في كلام بينسب لمحمد انه قال انه الحديث ده انه رجب شهر الله وشعبان شهري شهر محمد نفسه ورمضان شهر العباد طبعا ده حديث بيقولوا انه هو مش حسن او تصحيحه مش صحيح بيقولوا كده لكن الشيوخ بتستخدمه وانا اخدت بس انا عايزة اقول انه اخدت المثل ده لكن حوريكم امثلة كتير على حديث غير صحيحة الشيوخ بتستخدمه اوكي فانا اسمعت الحديث ده كتير والناس بتستخدمه بس شوفوا المفهوم ان كان محمد قال الكلام ده حقا فهو وضع نفسه بين الله وبين الناس وحط انه يعني الله رجب ده بتاعه علشان ده الشهر اللي بيغفر للناس فيه وشعبان ده بتاع محمد عشان ده الشهر اللي هو بيحبه عشان بيقعد يتعبد فيه ورمضان ده شهر العباد عشان بقى يعملوا فيه العبادات والفروض والطعاط ويدخلوا بالجنة محمد دائما ما يضع نفسه ملاصق لله وده مش يعني سواء كان بقى الحديث صحيح ولا مش صحيح ده بيتكرر فيه امور كتيرة جدا حتى في القرآن اللي بنتعلمه دايما من المواقف اللي زي دي انه اذا كان المسألة خرافة ولا حقيقة هتلاقي ناس بتقولك دي خرافة والناس بتقولك دي حقيقة يعني او ده حد مقلفه او موضوعا على الرسول او حاجة زي كده وفيه ناس بتقولك ده حقيقة لكن عموما هتلاقي انه فيها اصل فيها حاجة يعني فيها حاجة لازم تكون وصلة للبدايات مع محمد دايما احنا بالنسبة لنا بقى انا النهاردة بدعوكم انكم تحكموا قلوبكم وعقولكم في اللي حتسمعون واللي بنقوله ده اللي حنقوله النهاردة عن الاستعداد لشهر رمضان وما يحدث في شهر شعبان والكلام ده كله اللي هو يعني ممكن فضل عشر تيام منه ولا بتاع الكلام ده كله ممكن ما يأثرش على حياتك النهاردة لكن خدوا مثل على الخرافات اللي تشبعنا بيها طول عمرنا واحنا بنتربى كمسلمين حكموا العقل والقلب مع بعض هل ممكن ان ربنا يصدر منه هذه التعليم والتوهان والاجهاد في اعمال اعمال تجهد الانسان هل الله يحتاج منك كل هذه الاعمال ربنا عايز مننا ايه ماذا يريد اله الاسلام ولكن ماذا يريد الله الحقيقي مننا عايزك تنظر لي تعطيه قلبك تعطيه عبادة حقيقية مش شكليات تجهدك خلينا نشوف يعني فهموا اكتر لما نشوف اختلاف المسلمين في مسألة شعبان خلينا نشوف السلايد الاولاني ده ده حديث عن عائشة بيقول كده انه الرسول كان بيصوم شعبان خلني ارهلكم من هنا اوكي عن عائشة رضي الله عنها وده صحيحة بيقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكتر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا واحب الصلاة الى النبي كذا ما دوم عليه وانقلت وانقلت وكان اذا صلى صلاة داوم عليها فهو بيقول هي بتقول عائشة انه كان بيصوم الشهر كله شعبان كله اهو وبعدين ويقول وبيقول انتوا بقى اعملوا اللي تقدروا عليه اكي ما تطيقون خلوا بالكم من الكلمة دي عشان هتشوفوا بعد كده كان بيقول له واحد بيقول له انا اطيق ان انا اعمل كده قال له لا ما تعملش اكي ف ويقول لك ان الله لا يمل حتى تمله هو في الحديث اللي بعد كده كان بيقول لعمر بن العاص لا ما تصومش كتير مش انت بتقول لالله لا يمل حتى تمله لا اهو خلينا نشوف ايه الحديث اللي بعد كده في الحديث اللي بعد كده عن عائشة برضو قالت وبردو صحيح برضو حديث صحيح قالت كان الرسول يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله استكمل سيام شهر إلا رمضان وما رأيته اكثر سياما منه في شعبان فهنا الحديث ده بيقول انه هو كان بيصوم كتير حتى يفتكر انه هو ما بيفطرش ابدا وبعدين يفطر كتير حتى يفتكر انه هو ما بيصومش ابدا طبعا اللي اخبطة دي في الكلام عجيبة شوية وبعدين تقول لك انه هو عمرها ما شافته سام شهر كامل إلا رمضان انتي لسه فوق اهو ايلا في الحديث اللي قبل كده انه كان بيصوم شعبان كله فده طبعا وضع الشيوخ نفسه في الحديث اهو او يقول لك كان يصوم شعبان كله فده وضع الشيوخ في حرج فأما يجوا يشرحوا بقى ايه موضوع انت بيصوموا كله في حديث والاتنين صحاح والاتنين عن عائشة ده مشهد لازم نحطه كده قدامنا ونبقى عارفين انه هذه الحياة مع اله الاسلام لانه هو اللي بيضعك بين المتناقضين دائما دائما وانت او الشيوخ يعني انا وانا بتفرج على الفيديوهات لبعض الشيوخ في الموضوع ده بمنتهى الامانة انا شعرت بالحرج ليهم واشفقت عليهم جدا لانه الشيخ هنا بيعني بيحاول انه يجد مخرج لانه حديثين صحاحة ومش بس كده يعني الحديثين دول فيهم مشاكل كتيرة جدا لانه في حديث اخرى محمد بيمنع الناس ان هم يصوموا الظهر يعني يصوموا على طول ما يفتروش اللي هو المفروض انه يعني يبقى واحد بيصوم كل يوم يعني لكن بعد كده عائشة نفسها صامت كل يوم يقولك انها عائشة صامت الظهر بس يمكن هي مخدتش بالها الشيخ هتسمعوه بودامكو بيقول كده يمكن هي مخدتش بالها يمكن ما سمعتش الرسول بيقول اكي فالشيوخ هنا بيتحولوا لرجال سياسة بيحولوا انه هما يفسروا بقى فيقولك اصله يعني الشعبان كله مجازا يعني ايه شعبان كله مجازا خرافات خرافات يعني تضع المسلم والشيوخ في يعني احراج لانه ما فيش تفسير خلينا نسمع الشيخ الخميسي بيكلم عن عمر بن العاص عمر بن العاص لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تقريبا الدهر كله ويفطر العيدين تقريبا فقط وعائشة رضي الله عنها قبل وفاتها بسنوات بعد وفاة النبي كانت تصوم الدهر رضي الله عنهم اجمعين فالقصده لعلهم لم يبلغهم النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فناداها النبي بلغني انك تصوم ولا تفطر قال نعم يا رسول الله هو كذلك يعني اصوم ولا افطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل لا تفعل فصوم من كل شهر ثلاثة ايام قال يا رسول اني استطيع افضل من ذلك فصوم يوم ان افطر يومين يعني يصوم كم يصير عشرة ايام قال فصوم يوم ان افطر يومين قال فاني استطيع افضل من ذلك قال فصوم يوم ان افطر يوما قال فاني استطيع افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك ذاك صوم داود وهو أحب الصوم إلى الله تمارك وتعالى يعني أدهشني قوي موضوع علم محمد بصوم داود دي يعني حضرتك شفته فين جبته منين يعني كتاب المقدس ما بتكلمش على أنه داود كان بيصوم بالشكل ده أبدا خالص والصيام في الكتاب المقدس له يعني شكل تاني خالص ما عندكش أي دليل هو بس ما حبش أن عمر بن العاص يكون بيحاول أنه يظهر دا إذا كان دا حقيقي يعني بيحاول أنه هو يظهر يعني قداسة أكتر من محمد لأنه محمد ما كانش يقدر يصوم كل السنة بس شفته المشاكل في الفيديو دا من الحديثين اللي شفناهم قبل كده واحد بيقول أنه محمد بيصوم شعبان كله والتاني بيقولك أنه ما صامش شهر كامل إلا رمضان عائشة هي اللي قالت الحديثين وبعدين ترجع عائشة يقولك أن عائشة كانت تصوم الظهر يعني كانت بتصوم على طول بعد موت محمد يمكن ما سمعتوش بيقول مع أن عائشة هي أكتر المحدثين بالحديث عنه وبعدين واحد من أتباعه المفروض أنه يعني يقولك دا راجل يعني ملتازم بطاعات كتيرة وعبادات وكلام من دا دا أنا يعني أشجعه أنه يعمل كده كمان ليه لا 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 حسن يطلع شكله حسن منه فمنعه أنت مش قلت الله لا يمل حتى تمله لا امنع لأنه ممكن يبقى شكله أفضل منه لكن في الواقع يعني أنه الإنسان اللي مش بيتكلم حقيقة من قلبه وعايشها وفهمها واخدها من ربنا فعلا هيقول بقى اللي على مزاجه على حسب يعني على حسب الريح ما يودي يعني على حسب الحالة اللي هو فيها في اليوم دا دايما مش هنلاقي كلام سابت من محمد فدايما أتباعه مش هيكون عندهم كلام سابت للأسف للأسف أنا مرة تانية بقول أنا شعرت بحرج للشيخ الخمايسي مثلا أنه هو بيحاول يفصر شوف الحديث شوف الفيديو اللي بعد كده جاء نبي هريرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصومون هذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجا وغيرهم هذا الحديث يشكل النبي ينهى هنا وهذا حديث صحاه بعض أهل العلم كترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي طيب ولكن وجد أن آخرين من أهل العلم قالوا لا هذا الحديث مشكل كيف قالوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصومه والنبي كان يصومه كله إلا قليلا شايفين المشكلة هذا الحديث يشكل عندنا مشكلة فيه إزاي قال كده ولم يجد حل لكن عارفين بعد كده فيه شيوخ آخرين طلعوا بعد الحلول هو هنا كان بيتكلم على أنه الصيام في النص التاني من شعبان ما ينفعش مش مفروض أنكوا تعملوا كده أنا وإحنا صغيرين كنا بنسمع كده لا ما نصومش النص التاني من شعبان النص الأولاني الواحد يقضي فيه الصيام اللي كان ما صاموش وهكذا ده اللي كنا فاهمينه لكن عندك شيوخ تانين بيقولك لا سوم كل الوقت أي وقت اقضي في شعبان في شعبان سيام فاتك زي ما أنت عايز طب إيه طب يمين ولا شمال صح ولا غلط مين المحرج بقى في المسألة الشيخ والتعبان اللي ما هواش عارف إذا كان بيعمل الصح ولا الغلط هم المسلمين هو الرجل اللي عايز أو الست اللي عايزة تقضي اللي عليها علشان خاطر فطرة ولا كانت بتردع ولا كانت يعني أين كان اللي حصل في حياتها هي عارفة أنها هتتحاسب على دول يعني هتدخل النار عشان ما قضيتش الأيام اللي عليها دين عليها الرب وكأنه هذا الإله لا يشبع إلا إذا عملت كل حاجة بالحرف مش فاهمة إيه اللي هيرضيه أو إيه اللي هي يعني إيه اللي هي يستفيده هذا الإله من عذاب الناس بالشكلة ده فمشكلة وإلى الآن الشيوخ كل واحد بيقول حاجة شكل ظهر حاجة بقى وأنا بسمع أحد الفيديوهات الشيخ المغربي اللي جاي ده كان بيتكلم في نفس الموضوع وبعدين ابتدى بقى إيه يعلي في الكلام يعني يقول لك ولأنه كان عايز يقول أنه أنه لما قاله أنه كان يصوم الشهر كله مش دائما بس جابها منين مش دائما دي ما عرفش فإنه الشهر كله تقريبا يعني يعني زيقول تقريبا قعد بقى يحط تقريبا ويمكن ومجازا وكده علشان يطلع عن الحديثين صح وبعدين رح قيل حاجة مهمة قوي عن ليه عيشة ما كانتش بتصوم في حياة محمد إلا في شعبان نسمع الفيديو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وأحاديث أخرى أن النبي كان يصوم في الشهر بأكمله رمضان وكان أكثر ما يكون فيه صائما في شعبان وفي رواية أنه كان يصوم شعبان كله أعرفه زيان يصوم أكثر وهو أكثر الشهور من غير رمضان التي كان يصوم فيها الكثير فكان النبي يهتم بقضية الصيام إلى الدرجة أن في أقل 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 ما يقوم بمنصيام في شعبان أنه كان يصوم أكثر الشهور وكانت عائشة رضي الله تعالى عنه وعلا كانت زيد كانت تقضي ما 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 فاتها من رمضان وما أكلته بسبب العذر الشرعي تقضيه في شعبان أنا شعبان أنا شعبان أنا شخلي أنا شعبان يقول يعني لأنها كانت تخلي نفسها لرسول الله صلى الله عليه ليه بقى عائشة ما كانتش بتصوم علشان كانت بتخلي نفسها للرسول لأن الرسول كان بيصوم في شعبان فكانت هي كمان بتقضي اللي عليها في شعبان عشان لو لو الرسول احتاجها في أي من الأيام التانية يبقى تبقى هي دائما يعني حضرة وجهزة ما كانتش بتصوم علشان تبقى دائما حضرة لمحمد مرة تانية نرجع نشوف يعني عندنا أحاديث تانية أحاديث الجنسية لعيشة ومحمد وأنه كان يقبل ويبشر وهو صائم والكلام ده كله يعني يعني الكلام المحرك ده بيبقى ساعات فيه تصادم برضو لأنه يعني عيشة ما كانتش تقدر مهما كانوا الاتنين بيبقوا صايمين يعني كلام كلام قبيح فعلا لكن المهم أنه هنا لقينا مربط الفرس أنه الست ما كانتش بتقدر تصوم طول السنة لأنه جوزها كان بيصوم شهر شعبان كله فكانت بتقدر تقديل عليها في شهر شعبان طبعا خدتوا بالكو أنه الكلام اللي قالوا على موضوع أنه كان بيصوم الشهر أكثر وأنه أكثر ما كان يصوم كان في شعبان لف الكلام ويدخل الكلمة من هنا الكلمة من هنا فأنت تبقى تهد وما أنتش عارف أصل النص تطلع منه في نقطة تانية مهمة في موضوع شهر شعبان بيختلف عليها الشيوخ وهي فكرة أنه الأعمال أعمال الإنسان بتعرض على الله في شعبان الشيخ العواضي اتكلم في الموضوع ده واتكلم في نقطتين تانيين في موضوع شعبان خلينا نشوف الأسبوع ده ونتكلم في موضوع لصيام بعد منتظف الشهر وعرض الأعمال ذلك درجة كثير من الناس على القول بأن الأعمال ترفع في شهر شعبان وقال بعضهم من رفع الأعمال يومي وأسبوعي وشهري وحولي إلى آخر ما قالوا أما كون الأعمال ترفع يوميا صباحا ومساء فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يرفع وليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل هذا ثابت أيضا وكذلك الأعمال ترفع يوم الاثنين من كل جمعة من كل أسبوع وأما الذي ورد في أنها ترفع في شعبان ففي ذلك نزاع بين العلماء أنا عندي أسئلة كثيرة في موضوع عرض الأعمال هل عرض الأعمال في شعبان بالذات يعني أنا هعديها لكن هو فيه اختلاف كبير بين الشيوخ على موضوع أن الأعمال تعرض في شعبان أو لا لأنه يعني كتير منهم بيقولوا أنه فعلا هناك فرصة للمغفرة في شعبان بالعبادات اللي أنت هتقدمها وأنه أما الأعمال تعرض على الله لازم يعني تبقى صايم أحسن لك لأنه محمد نفسه قال كده أنه يحب أنه عمل يعرض على الله وهو صايم أو يحب لما يجي له ملك الموت اللي بيجي برضو في شعبان المفروض يعني يجي له وهو صايم عايزة أسأل أسئلة يعني وقعية على موضوع عرض الأعمال ده يقولك أنه في أعمال الأعمال اللي بتعرض يوميا على الله مش نوعية أعمال هي الأعمال تعرض يوميا صباحا ومساء عندهم جدول يعني مش فهمة تحس أنه فاكرين أمين الهنيدي كان في فيلم غرام في الكارنك فكان هو الكاتب اللي قعد يعني علشان يسمح لهم يدخلوا الكارنك ويعملوا فيه العرض وكده كان بيروقراطي جدا هذا الإله وكل ما نحاول وكل ما نتعامل معه بيروقراطيين جدا فلازم العمل يجي له الصبح وعمل يجي له بالليل وبعدين أعمال أسبوعية وأعمال شهرية وأعمال سنوية طب معلش يعني يعني سامحوني مش هي نفس الأعمال هو بيراجع يعني أنا عملت النهار ده عمل هو نفسه اللي هيبقى هيروح له من الأسبوع وهو نفسه اللي هيروح له في الشهر وهو نفسه اللي هيروح له في السنة يعني إيه المراجعة يعني يعني لازم يراجع يضبط الأعمال مرة تانية يعرف أنه السيئة دي هتبدل موجودة إيه الخرافات دي خليني أخذ مكالمة الأخ مونير من الجزائر أهلا بيك تفضل أخ مونير السلام أهلا بيك أخ مونير تفضل أنا سمعاك تفضل بالله تتكلم عن عن صوم عن عايشة وعن محمد كان من الأجر أن تتكلم عن المسيحية لأن أولا المسيح تقول بأنه كرم المرأة ولكن أنا سأعطي بعض والله كان من الأجر أن تتكلم عن المسيحية لا تتكلم عن موابيع السهمية لأنك ليس متفقية الإسلام أولا ثانيا بالله أقل أنا من تدر الناوين والعدد خمستاش والآن سعتاش بالله كان صدر رعد يقول هذا يسوع يتكلم أخ منير بالله عليكم تتكلم لا لا خلاص أنا مش أخليك تتكلم اسمعني بقى لماذا لا تتكلم أنت قلت نقطة هرد عليه ينفع لا لا أتكلم ثم عقل كما تشاه لأ ما أنت مش تعمل برنامجي على مزاجك يعني أنا أقول أرد على نقطة تحب تقعد تحب تقعد تسمعني وأرد عليك وترد علي ولا أقفل وأرد عليك تحب تسمعني أكلم مداخلتي ثم عقل كما تشاه أولاً أنا غير صحيحة ويستشهدوا بيها مش إحنا إحنا ما بنعملش كده ما نستشهدش بقى حديث غير صحيح يعني بالمناسبة عايز بقى تكلمني على سفر اللويين ولا عايز تقول لي المسيح قال إيه وتقول لي إن المرأة غير مكرمة في المسيحية لا بالعكس أنا قلت في بداية البرنامج إن المرأة والرجل اللي اتنين وعود الله لهم متساوية واللي اتنين في خلقة الله متساويين واللي اتنين في محبة الله متساويين واللي اتنين في معونة الله متساويين ف où حضرتك تقدر ترجع على 550 حلقة للبرنامج تكلمنا فيه معاني المرأة في المسيحية والمرأة في الإسلام ليه إذا علنين أو يعني أنه النقطة اللي بتتقدم مفيش رد عليها طب حددك قول لي إيه ردك على اللي قدمناه النهاردة هو لسه موجود طيب خلاص أوكي فأرجع بقى تاني لنقطة عرض الأعمال لو حددك بتسمعني يا أستاذ مونير قول لي هذا الإله قاعد يتعرض عليه نفس الأعمال أعمال اليوم دخل في أعمال الأسبوع دخل في أعمال السنة كلهم بتعرضوا عليه كل يوم عايز أكلمك عن إله عندما تقف أمامه الكتاب المقدس بيتكلمنا عن فكرة الله بالنسبة لنا بيقول خطياكم لا أعود أذكرها عندما نعترف ونتوب أمام الله بخطيانة لا يعود يذكرها تمحى خالص راحت مش إنه الله ما بيفتكرش يعني لا هي هو بيمحوها بتنتهي لإنه غفرانه ورحمته هو المقدم لنا مش قاعد نعمل نعد حسنات وسيئات يعني عرض أسبوعي وعرض شهري وعرض كلام غير منطقي خالص خالص يعني وبعدين موضوع لسيان بعد منتصف الشهر ده علي خلاف زي ما ما حنشوف في الشيوخ بيقولوا لا تصوم عشان تقدر تقضي في أي وقت وإذا كان محمد نفسه كان بيصوم معظم الشهر إزاي أنتوا تقولوا للناس ما يصوموش الشيخ نفسه متلخبط فبيلخبط الناس خليني أقول لكم بعض الأراء للشيخ ابن العثيمين حتتفق مع البعض وتختلف مع البعض عشان ليه هدفي بقول لكم كده عشان تعرفوا اللخبطة اللي فيها شيخ الإسلام نفسهم اللي أنتوا بتاخدوا منهم العلم اللي مصدرهم ليس له أسانيد يعني الحديث الإسلامية كلها خرافات كلها خرافات فبيقولك الاختلاف بقى الاختلافات اللي بينهم يعني كلهم عايزين يمكن لو يعني لو ما فيش خوف من بعض ممكن يقولوا الحقيقة لكن ده ما بيحصلش لأنه كله هتخايف على مركزه وأنه لا ينتقد فابن العسامين يقول كده أنه صيام النصف من شعبان ورد فيه أحاديث ضعيفة ولا تصح عن الرسول فما تصموش النصف من شعبان محدش ما ينفعش يبقى بدعة فيبقى حرام لو أنت هتعمل بدعة يبقى حرام وكل شيء لا يضبط عن الرسول لا يجوز أن يتعبد به ليلة النصف من شعبان زيها زي أي ليلة عبدالله رشدي من الشيخ اللي تقولك لا ده ليلة النصف من شعبان دي يعني لها خصوصيتها ومش عارف إيه بس ما تعملوش عدد الركعات الكتيرة اللي بيقولوا عنها أو طريقة الصلاة المعينة اللي فيه ناس بتدعو لها لكنها ليلة مهمة جدا وهكذا ففيه اختلافات بين الشيوخ في إزاي تتعبدوا عبادات يعني عادية طبيعية ممكن تخرج من يعني قلب إنسان دائما مقيدة برأي الشيخ الفلاني ورأي الشيخ العلاني ومحمد عمل إيه وما عملش إيه الشيوخ دول نفسهم هم اللي تايهين وامتوهينكوا بين الخرافات ومكبلين بسلاسل خوف هم نفسهم مش عارفين يلقوا منها مخرج ولا حاجة ترضي هذا الإله في دعاية زي السيدة هالة سمير اللي هتشوفوها دلوقتي دايما كده يعني بحس إنها عندها رغبة إنها فعلا يعني تعمل حاجة كويسة أو تعلم الناس حاجة كويسة لكن دايما تلاقيه عمالة تقدم أكازيون وتسهيلات كده يمكن حاجة من النصايح بتاعتها تصيب كده وتخلي عندك كام حسنة يعني ينفعوك كده وحسنة قليلة تمنع بلوي كتير يعني تحس نوع بتقولك اعمل كده مش عارف إيه خد دي صلي مش عارف إيه عد حسنات إيه هكذا أو مثلا سبح بالطريقة الفولية تحس إنها بتقولك لم لم شيل شيل عبي عبي وفي الآخر بقى نتحاسب المهم خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده وسريعا نشوف لمحة من اللي بتقدم السيدها لسامير حديث ثاني كان عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من قصرة ما يغفر الله بيقول يغفر بعدد شعر غنب قبيلة بني فلان كان قبيلة كبيرة جدا من قصرة رسال الله عليه وسلم عرفنا أنه فيه قصرة في المغفرة لعدد الخلق أحط الحديث الصيد اللي بعد كده أدي الحديث أولا الحديث ده اللي هي إنه إنه ربنا بقى هيقدم غفران بعدد شعر الغنم قبيلة مش عارف ايه ده والبني كلب أولا الحديث ده غير صحيح وإيه بتستعين به ليه لأنه الست فعلا عايزة تخلي الناس تقولك يعني ربنا واسع المغفرة بس ما عندكش دليل صحيح تقولي إنه واسع المغفرة بصراحة يعني فيا إما التخويف يا إما حشو الكلام اللي يخلي الناس يعني يتأثروا عاطفيا وهو ده مش صحيح خلينا نشوف الحديث اللي بعد كده أو الفيديو اللي بعد كده طب ليلة النصف من شعبان يوز إيه اللي فيها بتثبت فيها المقادير خلي بالكم خلي بالكم أعمال معروضة على رب العالمين ليلة النصف من شعبان لم يرد فيها الناس اللي بتقولك ليلة الدعاء ما فيش فيها دعاء مخصوص ولم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ولا قيم مخصوص ولم يرد فيها أي حاجة بس فيها فضائل حديث رواها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الله أكبر الله أكبر بجد الناس اللي عندها زنوب الناس اللي مش عارفة التوب الناس اللي بتقولك أنا عندي كتير جدا أهو فرصة فرصة يغفر الله لجميع خلق إلا لمشرك بالله أو مش أحمل قلينا أقفل طبع الحديث رواها ابن ماجه وحسنه الألبان في السلام الصحي الحديث رقم 1144 بتفكرني مبروك عطي يعني إذا كدي مين وانت دخل كده على الصفحة الشمال من فوق أوكي حط الحديث بقى لو سمحت أدي الحديث أدي الحديث الحديث لا يصح حديث مش صحيح وهي عملة تقولك بقى الله أكبر الله أكبر يعني هتعايت السد الله أكبر وبتحشي الناس تحس إنها بتقولك بس يلا قوم قوم شيل شيل عبي عبي حط تعمل حسنات ربنا مش عايز منك ده مش ده اللي ربنا عايزه منك أنا أنا بصراحة معايش حاجة اخد فيها ما بيقولوني معاكم حاجة تاخدوا فيها لا معايش الله لا يتعامل مع البشر بهذا الشكل علمونا وربونا على إنه إنت لازم تبقى في صراع دائم بقدي إيه هتعمل وقدي إيه هتقدم وقدي إيه يعني لازم تعمل حسنات وتعمل كذا وتعاط وعبادات ولو فاتك كذا ولو إيدك مش عارفت إيه صباح ما توضتش صح المياه ما دخلتش فين كل الكلام كله لا يليق بقداسة الله ولا يليق بمحبة الله للإنسان أنا عايز أشوف الفيديو الأخير ده لأنه بصراحة الفيديو الأخير ده يعني وجع قلبي على الستات المسلمات اللي بيبقوا عايزين يقدموا طاعات تعمل حاجة تقربهم من ربنا شوية تشيل عنهم الهم اللي هيشوفوه هم وعيالهم شوية بس يعني مش ده الطريق الصحيح والأستاذة هالة سمير سيدة علمة المفروض إنها داعية المفروض إنها عندها أمانة علمية ولكن الحقيقة إنه ما عندهاش أمانة علمية دلوقتي إحنا شايفين لأنها بتقدم لكم أحاديث ضعيفة وغير مقبولة وأحاديث لها تصح وكل حاجة علشان تسير مشاعر الناس بس لكن في الآخر نشوف الفيديو الأخراني ده وشوفه إنت تحب تعيش كده ولا إيه نشوف اللي بيصوم يوم في سبيل الله وبعد الله بيني وبين النار سبعين خريفا اللي بيختم عمله على صيام دخل الجنة أعمل من النهاردة كده الحاد آخر بقى شعبان أصوم وأصوم الأولاد أعمل جواز تحفزية ودي الخطات العملية أعمل جواز تحفزية وتشجيعية اللي يصوم أعمل فضل ذكر النهاردة اللي حاول ولقاطة إلا بالله اللي يجيب من ألف العشر تلاف وجواز على كده مش عيب في فضل الذكر بالعدد يبقى أنا أخذ يوم النهاردة الصلاة على رسوها السلام يبقى معي صيام معي صلاة من النهاردة حنا هنزبط السنن النوافل كلها يا جماعة واللي هيجيب اللي 12 نفلة كده وشجحهم وتعلى صلي به النفلة وتعلى عمل معي مش عارف إيه القيام لا يمكن تعد لها من غير قيام ما انتوش قدينوا عيالك هيناموا يبقى صلي الركعتين حبيبي القيام عشان وشك ينور يا ابن وشك ينور وقلبك ينور كده وتعرف صلي يا بنتي يلا القيام ولا تقولي لي عايزة كريم تفتح بشرة ولكن هو قيام اللي هي ركعتين ربنا حينور لكم وشوشكم إن شاء الله وقلوبكم يعني أنا مش عارف يعني إيه قولك تديهم جوائس تشجيعية وتقولك مش عارفة إيه عشر تلاف إيه وانت وانت داخل جيب لك تجيب لك كده مش عارفة ألف إيه في التسباحة ولا عشر تلاف إيه إيه فايدة إنه المسلم يفضل يقول الله 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 ألف مرة إيه فايدة إيه فايدة وبعدين تقولك قومي صلي يا بنتي مش عارف إيه وقيم الليل عشان وشك ينور وبلاش الكريمات ومش عارف إيه تفتيح الوش تقول لها إيه طب بصوا حفظوهم أوصلوا بالقايات الصغيرة كده من ياسين وانت نازل كده إيه ده يعني دي حياة حتى يعني اسمه إيه price tag كده البتاع الأسعار يفتط الأسعار اللي بيحطوها على الخضار التسعيرة هي دي التسعيرة كل حاجة لها تسعيرة عايزة أقول لك أنا يعني الأستاذ هالة سمير أنا حقيقة أسفة ما كنتش بتحك عليك لكن أنا متقلمة ليكي بجد بأمانة أنا متقلمة ليكي ومتقلمة وأنا بسمعك بتتكلمي على عيالك ومتقلمة إن عيالك تربوا بالطريقة دي أنت ما عنديكيش حاجة تديها لربنا ما فيش حاجة تدفعيها لربنا لكن الواقع إن اللي دفع فيكي وفيها التمن هو يسوع المسيح هو اللي بيدي وبيدي مجانا يعني يعني النعمة يقولك بالنعمة أنتم مخلصون كل حاجة عطيايا ليكم نعم أنا بديها لكم مش أنتم اللي لازم تعملوا عليها ولكن الرابط اللي بينك وبين الله هي محبة حقيقية واشتياق حقيقي يكون في قلبك لأنك تعرفيه فيتواصل معاك ويرديكي ويعلمك ويغيرك ويريحك ويهديكي ما تبقيش حسن أنا حسن عايشة في سبق اعمل كذا حط كذا اقول كذا أنا بقولك أنه ربنا عايز يهدي نفسك ويقولك أنه أنا دفعت تمنك وليكي حياة أبدية معايا بنعمتي الرب يدي شفاء لهذا المجتمع أشكركم وإلى اللقاء